بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتحدث عن التحليل الكهرابي لمصهور ملح الطعام أو لمصهور كلوريد والسوديوم وده يعتبر من أحد التطبيقات للخلايا الإلكتروليتية فلو احنا حبينا نعرف ايه تركيب الخلية اللي من خلالها بعمل التحليل الكهرابي لمصهور كلوريد والسوديوم فهذا هحضر طبعا تركيبها زي ايه تركيب خلية الإلكتروليتية هحضر وعاء وضع به شريحتين أو قطبين ووصلهم ببطارية ووضع فيه الوعاء المصهور المراد تحليله ففي مثال هذا مصهور كلوريد السوديوم طبعا ووصل طبعا الشريحتين أو القطبين بالبطارية أي بطارية بيكون لها قطب سالب وقطب موجب القطب السالب طبعا فيه الخلية الإلكتروليتية يوصل بالكاثود والقطب الموجب اللي هو يعتبر أنود طبعا الإشارات عكس الخلية الجلفانية هنلاحظ أول مغلق الدايرة هنلاحظ أني الاني اسي اللي هو مصهور كلوريد السوديوم موجب وسالب السالب يتجه نحو القطب الموجب نحو الأنود أما الموجب فإنه يتجه نحو القطب السالب اللي هو الكاثود وأدي اتجاه التيارة الكهربية هو من الأنود إلى الكاثود وأدي اتجاه التيارة هو من الأنود إلى الكاثود وأدي القطب الموجب هو راح نحو السالب اللي هو الكاثود الكاثود يعني كل آيون راح نحو القطب المخالف له في الشحنة فهنلاحظ أني أنيون الكولور السالب راح نحو القطب الموجب اللي هو الأنود كاتيون الصوديوم الموجب زهب نحو القطب السالب اللي هو الكاثود فبالتالي كاتيون الصوديوم حدث له بيعني زهب للكاثود فانه حدث له عملية اختزال يبقى ان ايه موجة بتحاولت الى صفر اما انيون الكولور حدث له عملية اكسادة لانه زهب نحو الانود فبالتالي فقد الالكتروليات فكان من سالب واحد اصبح صفر اي حدث له عملية اكسادة ذا كده لو تركيب الخلية الالكتروليتية اللازمة للتحليل الكهرباء لمصهور كولورييد الصوديوم لو احنا حبينا نشوف التجربة دي في صورة فيديو هيكون زي كده ها ادي هنا ها جيبنا دائرة كهربية بصباح وادي سلكين وصلتهم بالبطارية الطرف منهم موجة بطرف سالب وادي ايا ملح وهو صلب بضعه في الوعاء ده اي مركب ايوني بعبارة عن كاتيونات وانيون زي ما احنا عارفين طبعا المركب الايوني في الحالة الصلبة رديق توصيل الكهرباء فبالتالي عشان احاوله الى المصهور برفع درجة حرارته وبسخنه فيتحول من حالة الصلبة الى الحالة السائلة شوف هنا الشكل ده ها ده شكل البوطاقة اللي انا بسخن فيها هنلاحظ اول ما بيتحول الحالة السائلة وينصهر الملح على طول مباشرة ان يضيء المصباح فاتحولت الطاقة الكهربية هنا تحولت الى طاقة وهنا اللحظين يضيء المصباح مباشرة فده كده اللي هو بالنسبة يحولنا احنا في الحالة دية الطاقة الكهربية الى طاقة كيميائية ايه اللي حصل ان اول ما المصهور هنا طبعا وصل طيال كهرابي ودي الشريحتين اللي هنا اهو كلوريدو الصوديوم الموجود هنا تفكك الان اموجب زائد سي ال سالب اه بالطيال الكهرابي اللي حصل حدث عملية التحلل الكهرابي بعد كده اطوروا الخلية اللي احنا شفناها في الشريحة السابقة للتحلل الكهرابي لمصهور قلوريدو الصوديوم مسموها بخلية داون هي خلية داون الديك في الشكل المثل امام حضراتكم خلية داون الى اللي أنا durum بيضع فاقول هي عبارة عن خلية الكتروليتية تساعدم في التحليل الكهرابي لمصهور قلوريدو الصوديوم لو جالك سؤال في الامتحان خلية داون هي خلية الكتروليتية تستخدم فيه التحليل الكهرابي لمحلول كولوريد الصديم طبعا بل اجابة تعتبر اجابة خاطئة. هي لمصهور كولوريد الصديم. يعني ايه مصهور? يعني كان ملح الطعم صلب وسخنت ورفع درجة حرارة فتحول من صلب الى سائل. من غير ما ضف له مية ولا اي حاجة. بس تحول من صلب لسائل برفع درجة الحرارة فعملت منه مصهور. طيب كولوريد الصديم احنا عارفين الان اه موجب والسي ال سالب. الان اه الموجب يتجه نحو القطب السالب. لذلك الان اه موجب راح نحية القطب السالب اللي هو الكاثود فحدث لها عملية اختزال. طيب اما الكولور انيون الكولور السالب طبعا انيون الكولور السالب طبعا ده يتجه نحو القطب الموجب اللي هو الانوت فبيحدث عنده عملية اكسادة. لذلك الكولور هو يتحول من عدد اكسو سالب واحد الى صفر حصل له اكسادة. اما كاتيون الصديم من موجب اصبح صفر يعني حدث لها عملية اختزال. لو انا جمعت المعدلتين يبقى هشرب الاتنين اي WITH الاتنين اي فاحصل على المعدلة التفاعل الكل. دي سؤالة في الامتحان ممكن يقول لك تفاعل الاكسادة في خليت او تفاعل عندي الانود يبقى نكتب المعدلة دي. تفاعل عندي الكاثود هنكتب المعدلة دي. لو طلب من التفاعل الكل هنكتب المعدلة اللي من تحت. يبقى ازا النتيجة النهائية او المكونات النتيجة من التحليل الكهرابي المصهور كلوريد الصوديوم في خلية دون يتكون عندي صوديوم عند الكاثود ويتكون عندي غاز الكولور عند الانود طيب كل واحد من دولة طبعا ليه اهمية الصوديوم ايه اهميته انه يدخل فيه مصابيح بخار الصوديوم كمان بيستهدم كمبرد للمفاعلات النووية طيب ايه اهمية الكولور انه يعتبر غاز يستهدم في تعقيم مياه الشرب وتصنيع البوليميرات زي بولي كولوريد الفينايل كمان يستهدم في تصنيع المبيدات الحشرية المختلفة يبقى دي اهمية الصوديوم الناتج ودي اهمية غاز الكولور ده كده بالنسبة للنقطة دية ممكن السؤال في الامتحان يقول لعلي اللي ما يأتي تعمل خليط دون عند درجة حرارة 301 درجة سليزيوس ليه الدرجة العالية دي اسببها لان طبعا حتى ينصحر ملح كولوريد من الصوديوم يتفاكك الى كاتيونات الصوديوم المجابة وانيونات الكولوريد لان زي ما احنا شفنا كولوريد الصوديوم لو كان صلب مش هيوصل كارب فلازم احاولوا الى مصهور فعشان احاولوا الى مصهور فباحتاج درجة حرارة عالية يعلي اللي ما يأتي الصوديوم الناتج من خليط دون ليه بيكون فيه حالة سائلة ان درجة حرارة ان صهر الصوديوم بتكون منخفضة بتكون تقريبا سبعة وتسعين وتوانين من Firstly درجة السلزيوس اما درجة الحرارة المتوفرة في خليط دون دينسيا احنا قليناها في السؤال السابق بتكون تلتومية واحد درجة سليزيوس فتعمل هذه الحرارة على صهر الصوديوم المتكون يبقى دي سؤالين عالية ممكن كنان سؤال عالية آخر الصوديوم الناتج من خليل دون ليه بيطففه مصهور ملح الطعام ليه بيكون طافي فأكيد لأن كثافة الصوديوم بيكون أقل من كثافة المصهور أخيرا في خليل دون تفصل نواتج التحليل مباشرة ليه بفصلها مباشرة ومجرد تكوينها طبعا ده السبب حتى لا تتحد النواتج مع بعض عشان ما يتحدش تاني الصوديوم والكلور تفعل مرة تانية فبيتكون كلوريد الصوديوم فبضطر إن هفصل لهم مباشرة بعد ما يتكون طيب الخلية الإلكتروليتية مثلا لو أنا قلت لك خلية الإلكتروليتية تقوم بالتحليل الكهرابي لمصهور كلوريد الكادميوم ده سؤال في الامتحان ممكن مش لازم يجيب لك في الامتحان كلوريد الصوديوم ممكن يجيب لك أي مصهور آخر مدام أي مصهور لو طلب منك ترسم الشكل وتكتب معدد الأنواد ومعدد الكاثود واتفعه للنهاي دي تتحل إزاي؟ بداية لازم تعرف رمز المركب الآيوني اللي أو المصهور اللي معطولك كلوريد كادميوم بسي دي سي اللي تقوم الكادميوم طبعا كاتيون والكلور اللي هو الأنيون ده الموجب وده اللي هو إيه؟ السالب طيب لو أنا حبيت أرسم الرسمة يبقى بالحالة دي عشان أرسم الرسمة هجيب شريحتين ووضعهم فيه وعاء ووضع فيه الوعاء ده طبعا اللي هو المصهور اللي بيقول لي عليه اللي هو كلوريد الكادميوم وووصل الشريحتين بسلك فيه بطارية طبعا البطارية بيكون أحد خلاصها بيكون موجب والآخر سالب فهنلاحظ إن الموجب بوصله بالأنود والسالب اللي هو بيكون كاثود طيب ودي هنا المصهور اللي هو كلوريد الكادميوم سي دي سي اللي تو هنلاحظ أني أول ما بعمل الكلام ده ومرر تيار كهرابي هلاحظ إن السي دي دي الموجب تتجه نحو القضب السالب يبه في الحالة دي اتراحت نحو الكاثود لذلك الكادميوم هو اللي بيحدث عنده عملية اختزال يبه السي دي هم الموجب اتنين بيجي تسي دي حدث اختزال طيب الكولور سالب فبيتجه نحو القضب الموجب اللي هو الأنود لذلك أنيون الكولور اللي بيتجه نحو الأنود يبيحدث عنده عملية أكسادة اللي تحولت من سي اللي سالب واحد أصبحت كم صفر طيب أنا لو حبيت أجيب التفاعل الكل يبهج مع المعدلتين هتشاطب الاثنين اي مع الاثنين اي واكتب معدلة التفاعل الكل وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة